درسنا اليوم عن الخطوط والخط هو يبدأ من نقطة تتحرك كي تتحول إلى أثر فني تجتمع فيه كل الخطوط هناك أنواع مختلفة للخطوط لدينا خط مستقيم وخط مموج وخط متكسر وخط مقوس وأخيرا خط مقطع ولهذه الخطوط وظائف مختلفة أولا تقسيم الفراغ ثانيا تحديد الأشكال أما ثالثا إنشاء الحركات ورابعا تجزئة المسافات وشكرا لاستماعكم